بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم كله متابعين الكرام في الفيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة معنا مجموعة كبيرة من الأخبار كلها بتهم المواطن المصري وأهمها هو قرار جديد بين الرئيس السيسي وأخيرا الرئيس بيتدخل لجميع المواطنين لتغيير حياتهم بالكامل والبرلمان المصري بيخرج عن صمته بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء وهنشوف عمله إيه دلوقتي والحق ضيف ولادك قبل التحول للدعم النقدي على بطاقات التموين الخبر الأخير معنا هو أنطار غزيرة ومنخفض جوي على 14 محافظة مصرية تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل كل خبر من الأخبار دي ولكن يا ريت لو حضرتكم مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضرتكم منا كل جديد طبعا حضرتكم وكلكم ملاحظين الناس كلها ملاحظة أنه فطورة الكهرباء بقت الضعف والضعفين والناس مش فاهمة إيه اللي بيحصل بالزبط وما فيش حد بيدخل وما بنسمعش صوت أبدا بدأنا نشوف أنه فيه نائب في البرنامان المصري الحقيقة هو أكتر واحد تدخل أو أول واحد بيتدخل في موضوع الكهرباء هو النائب هاني خضر واللي قدم طلب عاجل للحكومة المصرية عشان يشوفه حل في ارتفاع فواتير الكهرباء المبالغ فيها جدا وقال أنه فيه محلات تجارية بدأت تقفل وتسرح العمالة اللي عندها بسبب ارتفاع فطورة الكهرباء فقط يعني بيقفل فقط بسبب ارتفاع الكهرباء مش حتى بسبب مادة خام ولا مش قادر يجيب بضاعة ولا الكلام ده كله وكمان أنه النائب هاني خضر أنه فيه ناس كتير جدا بكل أسف بدأت تلجأ لسرك الطيار الكهرباء علشان مش معهم يدفعوا الفطورة وأصبحوا الهان مهددين بحرمنهم من الدعم من بطاقات التموين بالرغم أنه الحكومة اللي دفعتهم لده وقال أنه غرامات سركة الطيار الكهرباء هتوصل لمليون جنيه وده كله عن إحنا عارفينه وطبعا كل المواطنين ملاحظين الضعف في فواتير الكهرباء وقال النائب مفيش مشكلة من الزيادة ولكن تكون بالنسبة لحددتها الحكومة مش زيادة عشوائية ضعف وضعفين للفطورة الكهرباء أو فطورة الكهرباء الشهرية ده أول تدخل من أي حد نشوفه بيتدخل لصالح المواطن في موضوع الكهرباء كل الناس ملاحظة أنه في ارتفاع في فطورة الكهرباء اللي كان بيحط الكارت بمية شايف أنه بيحط كارت بمتين اللي كان بيدفع فطورة في العددات القديمة بمتين بيدفع ربع مية كل الناس ملاحظة الحكاية دي فده هنشوف نتيجة الطلب اللي قدمه النائب ده هتكون إيه أو هتكون إيه النتيجة خلال الفترة اللي جاية وهننقل لحضرتكم خبر اللي بعد كده معانا كلنا سمعنا بقلنا يومين أو ثلاثة بنسمع عن موضوع إضافة المواليد مصر كلها بتتكلم عن موضوع إضافة المواليد دلوقتي أنا أقول لحضرتكم إحنا سمعنا الخبر ده بقلنا على مدار خمس سنين كل سنة بنسمع من سنة 2020، 2021، 22، 23، 24 كل سنة على مدار أربعة أو خمس سنوات بنسمع إيه لحق أضيف ولادك أنا هقول لحضرتكو دلوقتي أن الإعلان بالفعل رسمي وموجود عن إضافة الموليد الجدد قبل التحول للدعم النقدي ومعنى أن الإعلان فيه إلحق ضيف ولادك قبل التحول للدعم النقدي يعني ده إعلان جديد مش قديم أنا هقول لحضرتكو الإعلان بالزبط وهقول لحضرتكو تقدروا تعملوا إيه عشان خاطر تضيفوا الولاد وقول لي بعد كده محدش يعرفه كلنا لما بنسمع عن موضوع إضافة موليد بنضيف الولاد ولكن دلوقتي هو بيقول لك ضيف ولادك قبل التحول للدعم النقدي بدلا من الدعم العيني إزاي تقدر تقدم؟ بمنطقة البساطة هتدخل على موقع دعم مصر ويكون صاحب البطاقة نفسه هو اللي داخل على الموقع هتدخل برقم البطاقة تدخل لرقم البطاقة التموينية هتبدأ تسجله وتفتح حساب جديد لاستكمال الإجراءات تبدأ تختار خدمات تموين كتبت الاسم الأول وإيه بعد كده تضيف أفراد أسرتي أو تختار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تبدأ تدخل تكتب إدخال بيانات المولود اسمه رباعي بالكامل والرقم القومي الخاص به وهنا فيه نقطة مهمة جدا لأنه عارفة أن حضرتك لما هتوصل للنقطة دي هتحتر تكتب إيه الرقم القومي بتاع الولد أو بنت حضرتك طبعا هتقول إن ده طفل صغير إزاي هيكون ليه رقم قومي لا تحت كده في شهد الميلاد على الشمال فيه رقم الرقم ده هو ده الرقم القومي للولد أو البنت بعد كده هتبدأ تحدد صلة القرابة هتكتب ابني أو بنتي وهتختار أيكون تضم أبناء وتضغط على زر إضافة المستندات اللي هيطلبها من حضرتك هتكون بطاقة الرقم القومي أو صورة بطاقة الرقم القومي وصورة لصاحب البطاقة يعني صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة وصورة بطاقة التمويل نفسها ورقم موبايل يكون مسجل باسم صاحب البطاقة وده إحنا الخطوة دي مصر كلها عملتها وصورة شهادة الميلاد بتاعت الولد أو البنت المراد إضافته هي دي الحاجات اللي هم طلبوها ودي الحاجات اللي قالوا عنها دي أول مرة ما يحددش فئات معينة للإضافة ده الإعلان اللي موجود أنا بس نقلته لحضراتكو عشان نشوفتي فيه إنه كلمة قبل التحول للدعم النقدي يعني معنى كده إنه الإعلان حي تقدر حضرتك تدخل وتقدر تجرب هيضيفه أو مش هيضيفه الولاد الله أعلم ولكن أنا بقول له حضراتكو الخبر اللي بعد كده خبر مهم جدا جدا وهو قرار الرئيس ولكن ما تنسوش معانا خبر الأخير معانا هو أنطار غزيرة وسيول على 14 محافظة هنقولها لحضراتكو دلوقتي ولكن هنتكلم الأهم في قرار الرئيس أكتر حاجة بنغاس على المصريين عشتهم هي الأسعار لأنه الأسعار غرية جدا فالفلوس مهما كانت كتيرة فقيمتها قليلة جدا وهو ده كان أكبر تحدي أمام الحكومة المصرية عشان كده الرئيس أصدر قرار النهاردة بيخص تسعير السلع أولها وضع هامش للربح لأنه إحنا بقينا شايفين أنه كل تاجر موجود في مصر بدأ يبيع السلع حسب ما هو عايز يكسب مش حسب آليات السوق والتسعير علشان كده ممكن تلاقي السعر وضعفه في منطقة تانية ممكن تلاقي المنتج هنا بعشرة جنيه وتلايفه محافظة تانية بعشرين وبتلاتين جنيه وده طبعا زاد قوي في ظل غياب الرقابة اللي خلت المهمة سهلة جدا جدا واللي خلت ناس منهم خلال السنوات القليلة جدا الماضية عملت سروات بالملايين طيب إيه هو القرار الجديد اللي من الممكن يوقف المهزلة دي تماما ويخلي فلوسي تكفيني طول الشهر النهاردة الرئيس أصدر قرار بأنه ما فيش سلعة في مصر ما يكونش عليها سعر والدكتور مصطفى مدبولي شكل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط المصري والتي قامت بدراسة الأسواء ووضع آلية لعملية التسعير يعني برضو مش تسعير عشوائي لا تسعير على يعني إلى حد ما بعد دراسة لازم تكون المنتج بيتوافق مع آليات إنتاجه وبيتوافق مع المادة الخامل اللي استخدمها وبعد كده يبدأ يحط التسعير عشان يكون في توازن في الأسعار للسلع الأساسية اللي بتحتاجها سبت البيت وبشكل يومي اللجنة دي كمان هتكون مسؤولة عن عملية ضخ السلع والمنتجات وتطبيق أحكام القانون على محتكر السلع الغذائية أي منتج هيتم إنتاجه هينزل للأسواق فورا وده أنا قلت لحضراتكو دي مادة في قانون هيتم تطبيقها ابتداء من الشهر كان الماضي المفروض لأنه هنا حضرتك أخدت دولار مدعم علشان تجيب مستلزمات إنتاج يبقى تنتج وتبيع مش تنتج وتخزن زي ما كان بيحصل وده طبعا حصل كتير جدا جدا وده لو حصل هيعمل وفرة في المعروض مع تطبيق كتابة السعر على المنتجات ساعتها هتلاقي وفرة في المعروض مع كتابة السعر أو التسعير هتلاقي أن الأسواق بتتضبط شوية شوية على المضى القصير طبعا إن شاء الله كمان اللجنة هتكون مسؤولة عن تشديد الرقابة على الأسواق عن طريق المحافظين الجدد والتواجد الميداني في الشوارع باستمرار فبكده تحس إن الدنيا زبطت شوية وفلوسك بدأت تكفيك خبر الأخير معنا وهو أمطار غزيرة وسيول على 14 محافظة أوضحت الدكتورة منارة عائغانم عضو هيئة الأرصاد الجوية إنه محافظة الصعيد وسيناء بسبب طبيعتها الجغرافية ستجعلها الأكثر تأثرا بالحالة عدم الاستقرار وأن الأمطار ستصل فيها حتى حد السيول خاصة محافظات الفيوم بنسويف المينيا أسيود سوهاج لؤسر أسوان وشرم الشيخ ورأس غارب ومرسى علم والبحر الأحمر وأكدت الدكتورة منارة غانم إنه كميات الأمطار المتوقعة ستصل لحد السيول على بعض المناطق والمحافظات ليست كلها وتختلف وفقا للطبيعة الجغرافية لكل محافظة خاصة سلاسل جبال البحر الأحمر وذلك مع اقتراب منخفض السودان الموسمي الممطر يعني الأيام اللي جاية ممكن حضرتك في محافظتك تشوف إنه فيه نسبة أمطار زيادة شوية من إمتى؟ بداية من الأسبوع القادم كده إن شاء الله تكون خلصت معانا أخبارنا وبتمنى أن يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لأي حد من حضرتك درتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة بنتظر من حضرتك لو استفدتوا بمعلومة واحدة يريد متنسوش اضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس إن شاء الله على خير هنتقابل في فيديو جديد فأمان الله